اشتركوا في القناة بس بس لك شوين شردتي؟ بالقانون لك شو رأيك رشحالي على رئاسة الجمهورية بس تنجح الثورة؟ شو؟ انت؟ لك ايه انا؟ بنت ومن الاقليات ورئيسة جمهوري حبيبي بالدولة المدنية كل شي بيصير ايوه وكيف بقى؟ انا اريت ان الدولة المدنية بتساوي بين مواطنيها بالحقوق والواجبات يعني ما في فرق بين رجال ومرأة ومواطن ومواطن ثاني شو ما كانت ديانتهم او طائفتهم يعني متساويين بالقانون لا لك حبيبتي هذا كله حكي رومانسي ومستحيل يصير على ارض الواقع لك لا بصير اذا صار في فصل بين السلطات يعني في عندك سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وشو ايه وسلطة قضائية وبنفس الوقت في صحافة مستقلة وحرة وفي محاسبة وكل شي مضمون من خلال الدستور فبتصير ليش ما تصير؟ اولاك هذا كله صفحكي وتنظير بالاخير اللي بدهم يعملوا الدستور هن الأكثرية وفيهم يعملوا القانون على كيفهم يعني ممكن يكتبوا بالدستور لا يحق لي مرأة أن تصبح رئيسة جمهورية ولكن عيلة ربك ما يقتلوا الأقليات كمان ما حذرت حبيبي بالدولة المدنية في شي اسمه مفاهيم فوق دستورية يعني في مبادئ ما في يتغاضى عنها أي دستور بده ينكتب وهي المبادئ أساس المواطنة يعني مثلا ما فيهم الأكثرية قرروا انهم يقتلوا الأقليات أو يقولوا نحنا بيطلعنا نعمل هيك وانتوا ما بيطلع لكم وهذا هو امتياز الدولة المدنية ايه بس هذا الحكي مستحيل يصير عنا ليش مستحيل لك هاي نحنا جربنا الدولة الأمنية والعسكرية وشفت بعينك شو صاد والدولة الدينية عندنا أمثلة خذات العين حولها وحواليها مثل إيران وأفغانستان والسعودية وكثير من العالم ما بدون هيك ما بدون ايه وأنا ما بدي هيك ايه بس دولة مدنية ايه نحنا مو خرج لك أنت صاير مثل اللي قالوا والله نحنا بكيرة علينا الديمقراطية ايه بس رئيسة جمهورية كبيرة كبيرة لش مريكل أحسن مني يا بعدي مي؟ لمستشارة الألمانية يا فهمان شوف ألمانيا وين صارت ونحنا وين؟ ولا نفكر هننا نختاروا الدولة المدنية عن غباء ولك مو قصدي ايه بس رئيسة وبلد لك بتصبط بتصبط أخي هلأ مو مهم يكون الرئيس رجال أو مرة المهم يكون في دولة عادلة بتساوي بين الناس وبتحميهم ايه بس هذا الحكي ما رح يمشي عنا لأنه المتدينين ما رح يوافقوا لأنهم بيقولوا انه الدولة المدنية ضد الدين مين قال هالحكي؟ انا قريت انه الدولة المدنية ما بتحارب الدين بالعكس سمعنا قللك شون قريتها بالضبط هي بتحارب يلي بيستغلوا الدين بالحكم ليحقق أهدافهم سياسية ايه معك حق ما فيلن نربط شي سامي مثل الدين بشي مثل السياسة لك ايه شفت؟ طيب يا ستي بها المناسبة مشان الله اسمعي لي هالقصيدة الجديدة اللي كتبت لك ياها استنى استنى في الاول بدك تاخد اذن من رئيسة الجمهورية القادمة يا حبيبي بلشنا؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة